اللي جاية حتبقى من 24 فريق حيبقى ده الدور الافريقي الكبير 24 فريق في الغالب حياخدها من التصنيف السنة دي هو عامل نظام انه ما فيش دولة يبقى منها ناديين ولو الاثنين حتاخدوا التصنيف الاعلى يعني الاهلي هو الاول في التصنيف الافريقي لو الزمالك او برامز او اي نادي مصري موجود قبل الثامن لا مش هيتاخد هتعدي وتاخد اللي بعد منه وهكذا يعني الوداد يحجب وجود الرجاء الترجي يحجب وجود النجم الساحلي وهكذا فبالتالي دولة تمانية بتقع هذه الدورة الدورة الجاية 24 نادي في الغالب هو ما اقرش لغاية دلوقتي قواعد الاختيار فيها ايه لكن هتبقى وفقا للتصنيف المطلق خد الاربعة وعشرين وانا هنا عايز افكر بحاجة الناس اللي اعترضت على التصنيف لما اعلن في الاتحاد الافريقي منو بقول لكم على فكرة حانا عندنا ازمة فكرة عالية جدا جدا يعني انتوا اعترضتوا على تنظيم ازاي ان الكاف عمل التصنيف بتاعه وبموجب تصنيف الكاف طلع الاهلي نادي القرن العشرين في افريقيا احتجوا واعترضوا ويفطوا وزارة التموين ووصلت لأسام وحاجات كتيرة غريبة عجيبة ضد الواقع وضد المنطق وضد النظام اللي معمول به لغاية النهاردة وانت لما حتقول السنة الجاية البطولة هتتعمل من 24 نادي هتتعمل بقى على بطاقة التموين ولا هتتعمل على النادي الحقيقي ولا هتتعمل على اي نظام هتتعمل على النظام اللي اعلن فيه 94 التصنيف اللي الاتحاد الافريقي اعلنوا فيه 94 وكان بموجب هذا التصنيف الاهلي على رأس التصنيف الافريقي وقتها وانتهى القرن والاهلي نادي القرن ولا زال الاهلي في الصدارة حتى الآن لكن انا بقول لكم الناس اللي اشتاكت وباكت واتكلمت كتير على التصنيف والستة والسبعة ومين اكبر من مين يقولون لنا دلوقتي رأيهم ايه والنظام اللي معمول بيه لغاية دلوقتي وكل الاندية شغالة بيه بما فيها الناس اللي معترضة رأيهم ايه اه السنة الجاية حيقول لك هتلعب 24 نادي حسب التصنيف الـ 24 الاول وفي الغالب ممكن تبقى التصنيف المطلق يعني مش هتبقى فيه قواعد حاجزة ولا منعة لحتقدر تقول انه ممنوع ناديين من دولة واحدة لا هيسمح مدام قلت 24 نادي وارد جدا انه انت تلاقي من مصر الاهلي والزمالك الاهلي وبرامدز وارد جدا انك انت تلاقي الرجاء والوداد او الوداد والجيش الملكي حسب ما يكون التصنيف في نهاية هذا الموسم القري البطولة جوازها زي ما قلتلكو انه وصفها الكاف عبر موقعه الرسمي ان دي جايزة او بطولة الجواز الكبيرة 100 مليون دولار حيحصل الفائز فيها على 11.5 مليون دولار انا قلتلكو 6 لا ده 11.5 مليون دولار وبعد كده طبعا في الدورة الجاية في وجود الـ 24 نادي البطولة جوازها هتزيد جواز النسخة الاولى للبطولة هتبقى مختلفة وفقا للتقارير مبلغ 25 مليون دولار مجموعة جواز المسابقة في النسخة الاولى لانها ستقام بدءا من مرحلة خروج المغلوب مباشرة الفريق الفائز المرة دي هياخد 6 مليون دولار اللي بعد كده هياخد 11.5 مليون دولار فدي مسائل اعتقد بتنقل الكرة الافريقية نقلة كبيرة جدا وبتحطها في مصف البطولات الكبيرة الكرة المصرية التطور بتاعها يا جماعة يعني الكرة الافريقية بتتقدم في مسابقتها بهذا الشكل وبتحاول ان هي تجاري حتى التجارب الاقليمية وشوفنا الاتحاد الافريقي وبيعمل بروتوكول مع الاتحاد السعودي لكرة القدم قالك ان احنا ملاحظين انه نجوم العالم الكبار بيتوافدوا على السعودية اشتركوا في القناة